تقول منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو إن ملياري شخص يأكلون الحشرات الغنية بالبروتين الحشرات تساعد على التغذية وتفيد الجسم ليست مليئة بالدهون وبها مكونات شهية إذا أكلتها طوال الوقت فلن تصاب بالأمراض وترغب منظمة الفاو في أن ترى زيادة في إنتاج الحشرات القابلة للعكل في البلدان النامية بآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية حيث توجد مشكلات في التغذية وبالرغم من وجود هذه الحشرات في الحقول والغابات فإن الخبراء يعتقدون أنه في الإمكان تنميتها على مستوى صناعي هذا يمكن أن يتغير وقد شاهدنا بالفعل حشرات تؤكل في مطاعم بالعواصم الكبرى وتقدم على أنها أطباق خاصة وعلى المدى التعيد يمكن أن ينتشر هذا الغذاء في الدول الغربية عدد من الحشرات غني بالنحاس والحديد والمغنيزيوم والفوسفور وبعضها كأنواع معينة من النحل تضحي في قيمتها الغذائية اللحم والسمك ولهؤلاء الذين يأنفون تناول هذا الطعام يقول الخبراء أن طعمها لذيذ وأن هناك أنواع من الديدان في جنوب أفريقيا وجرادا وفراشات في جنوب شرق ياسيا تعد من أطيب الأطعمة وأغلعها